يمكن قبل الدخول في تفاصيل كثيرة يبقى التوقف مهم مع مقالي وما قالوا وداعم فارس الكلمة والمواقف الحياة ما ينفعش المقال يكون عن حد أكتر من واحد من أسخن وأقوى وأفصح المقالات رحل صاحب المقال الجريء رحل عن دائرة الضوء ترجمة نانسي قنقر رحم الله الفقيد الكبير والصديق العزيز والزميل الذي كانت له مكانة خاصة في قلوب الجميع وصاحب الاندفاع فيما كان يراه حقا وصوابا بصرف النظر عن أي اختلافات في الرؤى مع الآخرين لكنه كان قناعاته بيوجهها بمنتهى القوة والجرأة وأنا الحقيقة أستاذ إبراهيم تربطني بالراحل الكبير وأسرته يعني صلاة شخصية من هنا أولا بنعزي ابنه مندو اللي كان لعبا في نشيء النادي الأهلي والفريق الأول وبنعزي طبعا والدته أستاذ هادية المستكاوي شقيقة الأستاذ أستاذ حسن حسن المستكاوي صديقنا العزيز بنعزي الجميع لأن حتى إبراهيم اللي كنت بشوفه من خلال كلماته الساخنة الساخبة في مقاله الشهير في الأهرام واللي كنت أحيانا تتابعوه على شاشات البرامج والتلفزيون هو ده إبراهيم اللي كنت تقابلوه في أعداته الخاصة مع أصدقائه يعني ما كانش راجل بأكثر من حالة ولا شخصية رحمه الله وألهم أهل الصبر والسلوان الحياة لأستاذ إبراهيم حجازي يعني مدرسة مدرسة في النقد الرياضي مدرسة في الكتابة الصحفية مدرسة في المواقف الشخصية والإنسانية وأزعم يعني أنه ما فيه حد ظهر في السنوات الأخيرة في الساحة الرياضية النقدية امتلك شجاعة موقف ووضوح رؤية وصدق الموقف زي الأستاذ إبراهيم حجازي عليها رحمة الله نهارده المفارقة العجيبة القدرية أنه يرحل يوم 3 يناير وده نفس يوم صدور مجلة الأهرام الرياضي المولود الشرعي لإبراهيم حجازي 1990 مصر راحة كاس العالم أخذ إبراهيم حجازي النقد الرياضي الكبير على عاتقه مهمة إصدار الأهرام كمؤسسة صحفية عملاقة وتاريخية إصدار مطبوعة صحفية رياضية أسبوعية اتساقها مع الحدث بتاع وصول مصر الكاس العالم وتفجروا الاهتمام الشعبي بالرياضة والكورة طلعت أخبار اليوم أخبار الرياضة وطلعت الأهرام الرياضي الأهرام الرياضي الأهرام الرياضي صدرت يوم 3 يناير وده نفس اليوم اللي رحل فيه النهاردة ذكرى وفاته أو ذكرى صدور مولوده للصحف الكبير وانا ليه بقول لكم ده واحد من أهم المشاريع الصحفية في تاريخ الصحفة الرياضية في مصر لما أقول لكم هذا المشروع اللي أصدره الأستاذ إبراهيم حجازي وتبناه ودفع عنه وكبره ورعاه واستمر لغاية النهاردة ينجب الكثيرين للمهنة والصحفة الرياضية لولا إبراهيم حجازي عليها ألف رحمة ونور ولولا الأهرام الرياضي كان عشرات من النجوم اللي النهاردة بيشغلوا مواقع مهمة في الصحة الرياضية والإعلامية ما كانوش موجودين قدم من خلال الأهرام الرياضي نقبة كبيرة للنقد الرياضي والصحفة الرياضية والإعلام الرياضي في مصر الأستاذ زمع حفظ الألقاب أستاذ محمد سيف الدكتور ياسر عيوب أخونا العزيز خالد توحيد عليه رحمة الله يسر الفخراني الأستاذ نبيل عمر الأستاذ نصر الأفاص بصوا أسماء كبيرة ومرورا بالأستاذ محمد شبانا رئيس التحرير السابق ثم الأستاذ خلد عب منعم رئيس التحرير الحالي والأخونا عب منعم القسطة وعدد كبير حتى من الأجيال المتجددة في الصحة الرياضية والنقدية اللي كانوا كلهم خريجي مدرسة الأهرام الرياضي لمؤسسها ومنشئها الراحل الكبير العظيم الجميل النبيل إبراهيم حجازي إبراهيم حجازي يا بشموندس في خلال عمله النقابي ما في زميل كان عنده مشكلة في مرض في أي مناسبة إلا لما تلاقي أول واحد واقف جنبه ويدفع عنه ويسنده إبراهيم حجازي باستمرار كان نعمة سند ونعمة داعم لكل زميله في أبناء المهنة أداء النقابي كان بيخليه ياخد أعلى الأصوات في كل انتخابات يدخلها ولو شاء أنه يدخل نقيب للصحفيين لن تخب بإجماع لأن الحقيقة بين كل النقابيين في نقابة الصحفيين ما كانش في حد أكثر خدمة للصحفيين وأكثر التساق من الصحفيين وأكثر حرصا على مشاكل الصحفيين وحلها خاصة في المواقف الإنسانية أكثر من الأستاذ إبراهيم حجازي مسيرة متدفقة في العطاء في الإخلاص في المواقف بقول لكم شجاعة الموقف تساوي إبراهيم حجازي وضوح الرؤية تساوي إبراهيم حجازي لدرجة أنه من فرط شجاعته ومواقفه أسس منهج أبا شماندس في الانتخابات في الانتخابات كان بينحاز وكانت عنده وجهة نظر هو الصحفي بكل الخبرات المتراكمة عنده لو ما تحمسش لوجهة نظر معينة مين اللي يتحمس طبعا دي وجهة نظر لها وعليها لكنه ده كان من شجاعته ومن وضوح مواقفه ما عندوش موقفين ما بيتكلمش في ظهر حد ما لوش مواقف بينية شديد الوضوح والصرامة والصراحة عشان كده أعتقد نعته الكلمة الصادقة ونعاه الموقف النبيل النهاردة جنازة الأستاذ إبراهيم حجازي تحولت إلى مظاهرة في حب هذا الرجل وفي توديعه إلى مثواه الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى الحقيقة قبل ما نغادر هذه الفقرة أعجب الحاجة ما قاله الأستاذ إبراهيم وما يقول كل إنسان يتحدث عن الأستاذ إبراهيم حجازي هو ما يتبقى من الإنسان عند رحيله ألا وهي ذكراه فلما تكون ذكراه بهذه الجودة التي تفوح عطرا يبقى فعلا رحم الله هذا الراحل العظيم ويعني كل من يدعو له نتمنى أن نكون من أهل هذه المكانة عايز أقول لك من المواقف الشجاعة التي كان فيها أنا لما استهد نفسه وعشتها معاه في بداية التسعينات كان الأستاذ إبراهيم حجازي الأمين العام لربطة النقاد الرياضيين المصرين والعرب هنا وكان المقرر الأستاذ حمد النحاس عليه رحمة الله فجأة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أو الاتحاد العربي للألعاب الرياضية حبي يخترق ربطة النقاد الرياضيين المصرين والعرب ويحول الربطة العربية بدلا ما هي كيان صحفي تابع الاتحاد الصحفين العرب يخليها تابعة للاتحاد العربي للألعاب الرياضية زي لجنة الحكام ولجنة المعلقين وكان وقتها لخلاف بين الأستاذ أبريم حجازي والأستاذ أثمان السعد الأمين العام للاتحاد العربي للألعاب الرياضية اللي كان بيرقسه وقتها سمو الأمير فيصل بن فهد علي رحمة الله وضوح موقف الأستاذ أبريم حجازي ما فرقش معاه مين يرقس الاتحاد العربي للألعاب الرياضية ولقي حجم نفوذ الأستاذ أثمان السعد فلا معاه حاجة واحدة أنه ربطة النقاد الرياضيين المصرية تخضع في المظلة العربية للاتحاد صحفي ما تخضعش الاتحاد الرياضي ما تكونش نواة أو جزء أو جزئية من الاتحاد العربي للأعاب الرياضية دخل ساعتها الانتخابات تحت هذا الهدف كان فيه آخرين من الربطة المصرية مناصرين للأستاذ عثمان السعد وللتوجه بتاعه أنه ياخد الربطة المصرية يخليها تابعة للاتحاد العربي للألعاب الرياضية عشان تفضل تحت إمرة الاتحاد الرياضي لا إبراهيم حجازي بمواقفه تصدى لده وأعلن عن موقف شديد الوضوح ودخلنا معاه الانتخابات في المكتب التنفيذي فكانت النتيجة أنه انتخب الأستاذ إبراهيم حجازي باكتساح كبير وانجحنا معاه خمسة من أخباره اليوم في المكتب التنفيذي كان معاه في الأهرام فقط الأستاذ إسماعيل البقر علي رحمة الله ومن الجمهورية كان الأستاذ جمال هليل والأستاذ خالد كامل ربنا أديهم الصحة وكمل أخبار العبد لله والأستاذ جمال الزهير وشوق حامد وأيمن بدرة وأحمد سعد بص للمجلس يرأسه واحد أهرامي كبير وعضويته الخمسة كلهم من أخبار اليوم لكن في دورة كاملة الحقيقة قد إيه كان الأستاذ إبراهيم حجازي شديد الوضوح في مواقفه شديد الصرامة في الدفاع عن قيمة الربطة المصرية والصحفين الرياضين المصريين مهما كانت الضغوطات الخارجية ولا المحاولات ولا غيره لا أشهد وهو في دار الحق أنه كان نعم النصير للموقف ونعم الشجاع في مواقفه ونعم المساند لزميله ألف رحمة ونور على الأستاذ إبراهيم حجازي اللي نعاه مجلس إدارة الأهل النهاردة في بيان من الكابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة وقيادات النادي نعه رحيل هذا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الحياة اللي حتى لما نضم للعمل التلفزيوني كلكم فاكرين برنامجه في دائرة الضوء قد إيه كان على عفويته وعلى تلقائيته وعلى وضوحه في مواقفه كواحد من أبطال حرب أكتوبر الحرب الفضل إبراهيم حجازي يعتز بدور مصر فيها ويدافع بقوة وغيرة وحماس عن التراب الوطني وعن قيمة الجيش المصري ألف رحمة ونور على الأستاذ إبراهيم حجازي أباش منز يا رب هم السابقون ونحوا بإذن الله بهم لاحقون ألف رحمة ونور على الأستاذ إبراهيم حجازي نطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر